ستصبح بعض المدن والبلدات داخل الخط الأخضر موطناً لأمل لاجئي الشتات بالعودة لكنها ستصبح أيضاً محطة لجوء لآخرين هنا تعيش عائلة هجرت من قرية محاذية كان موعدنا مع الحاجة أم سمير لنصطحبها إلى هناك صباح الخير أصر زوجها على مرافقتنا يقول إن دواءه في هواء إجزم رغم جمالها تبدو الطريق موحشة فكأنها توصلك إلى المكان لكنها لا تأخذك إليه بشغف تنظم لنا أم سمير جولتنا وتروي لمن تعود ملكية البيوت محطتنا الأولى بيت الله ظلت حجارته على حالها وحدها ألوان أبوابه الموصدة تتبدل كل ما اشتد جفاف الفصول هنا لن يبقى أبو سمير في السيارة فمحطتنا الثانية هي أكثر مكان تمناه ليتخلص من محطات حياته الأخرى هاي هون كانت دارنا دار أبوي يعني وصار العربة الثمانية واربين واستحلوا اليهودون دقائق قليلة ويخرج إلينا سكان البيت الحاليون يسألوننا ماذا نريد فأسألهم هذا صاحب البيت كيف تشعرون وأنتم تسكنون في منزل مبني على حطام منزله بصراحة لا أشعر بشيء بل إنني سعيدة جدا فالسكن هنا ممتع للغاية ما أغرب المسافة بين صاحب البيت ومحتله ما أغرب المفارقة بين من يجب عليه الوقوف داخل البوابة وخارجها ما أقوى أبو سمير فمهجرون آخرون رفضوا خلال إعدادنا القصة مرافقتنا قال لنا أحدهم إنه لا يحتمل أن يلمح عبر نافذة منزل والده شخصا غريبا يسكنه وقد يكون أيضا رمزا غريبا كمدرسة مسلوبة تتحول إلى كنيس يهودي وشعار أصغر من ذاكرة حجارتها فما أقصى الصورة يقال إن مضي الزمن يساعد على النسيان لكن في الحالة الفلسطينية يبدو أن معادلة الزمن مختلفة وأن السنين مجرد رقم بل إنها تعمل على ترسيخ الذاكرة فكلما مر على تغريبة الفلسطيني وقت أكثر تجده يتذكر أكثر نجوان سمر الجزيرة من قرية إجزم المهجرة جنوب حيفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر